السلام و مرحبا بكم شاء الله الناس تكونوا بخير و لا بس رجعت لكم اليوم في فيديو جديد و في وصفة جديدة اول حاجة نختاني من وقت و وقت و نصرف على الحبيب مصطفى على افضل الصلاة والسلام اليوم ان شاء الله بش نشارك معكم بطريقة غداية سهلة بسيطة وتنفعكم في اجتاء ولا في الصيف ستكوني سهلة و بنينة على الاخر اول حاجة بش نبدو بها اللي هي البلاو معروف لهنا في تركيا البلاو اللي هو الروز روز ابيض يعني بش نحط لهنا مغرفتين متاع سمن تنجمو زبدة العربي و تنجمو طيبه بالمارغارين و ليس حتى مشكل بش نحط زادة مغرفتين ثلاثة هكاكة زيت خاطر بش نطيب زوزكي سينمتاع روز بالنسبة للروز لازمنا نخلوه نص ساعة منفخ في الماء و الملح ما يسخون بالطبيعة لاني يخرج منه واكن شامتاعه و نغسله بالباهي لاني كما شوفتو السمن يعني فيه سايلوب ما هوش كيمال زبدة تاخت شوية وقت السمن الخاطر و ذايب بطبيعة و انا ديجان نحطوه لبرة ما نحطوش في الفجدير صدقوني ما يصير له حتى شاي حتى بالعام البرة ما يصير له شاي المهم الهنا بعد ما ذابك السمن و الزيته ذاكا حتي تعليه زوزكي سينمتاع روز بطبيعة يكون مغسولين بالباهي ومنقوعين في الماء لمدة نص ساعة ما وملح يعني ما سخون نقليك الروز متاعي هذكا تقريبا عشرة دقائق وبطبيعة بعد بش نوريك ماشنا و بش نعمله لازمنا الماء اللي بش نمرقو بيه الروز هذي لازم يكون ما سخون و نحطوه باحذانا ما يسخن بش نمرقو بيه الروز هذكا لازم يكون ما سخون بش نصرعو في عملية الطهي متاعو وفي ساعة طنجرة متاعنا تغليك كيف ما تلاحظون نستمر في التحريك متاع الروز وبعد من نحركو بالباهي الهنا بش نحط الملح بطبيعة الكمية اللي تكفي حاطيت نص مغرفة يعني نص مغرفة متاع مايكلة تكفي خطر هو الملح هذي كم يملحش برشا راهو ملح متاع طاولة موش ملح الاكل موش مخصص للطبخ هو اصلا مخصص للطاولة اما نحطو بش الماكلة ما تجينيش مالحم بعدي نجم ويزيدوهما بطبيعتهم المهم الهنا كما قلتوكم التحريك يكون مستمر نحركوك الروز متاعنا هكيكا لين الروز متاعنا يتقلى ويتفرق من بعضو ما نحن كما تلاحظو كما تلاحظو اي ماء التنجرة تغلي يعني ما بردتش الطنجرة من المستحسن اي ماكلا بش طيبة باش ما تبدلش المطعم بتاعها تكون يتحافظ على الطعم متاعها وبطبيعة تسرع وعملية الطهي لازم ما سخون ولينا عندي القرنتير هذي بالنسبة القرنتير مكوناته هو بطاطا وسفنيريا وجلبانا يعني جزر بطاطا بازاليا يكونوا مصموتين شوية في الماء يعني تقريبا خمسة عشر دقيقة انا نشريها حاضرة بطبيعة وخلتنا نتاكروا زيك على جنب بيتيب على نار هادية بطبيعة على الكنون الصغير بالكل على نار هادية وتقوم بش نحذر صلاية معاه والجيج قاعد يتيب في الفور بالنسبة للجيج شاركتوا معاكم برشة مرات ما حبيتش ننكثر عليكم يعني نعود لكم نفس الوصفة لانكما شفتوا السفنيريا او الجزر بش ننبرشو يعني بش نفرمو بطريقة هذية ونبعد بش ننقص معاها الخيار والطماطم والخص بالطبيعة بالنسبة للصلاة هي صلاة موسم يعني الموجود في الموسم هذيات نجمو تستعمل نقصها على اربعة وبعد بش نقص هكا ترونشيات صغيرين وبطبيعة نقصها معاك الهداء وبطبيعة نقصه الطماطم ونقصه الخص هذيكا تنجمو تزيدوا البصل راهو اختياري لكم انتون من تنجمو تزيدوا اختيار الوراقية اخرى كيما البصل كيما الشبت كيما المعدنوس واللاغي اختيار يا بقا لكم فقط حبيت نشارك معاكم طريقتي البسيطة والمتواضعة الهداء بعد ما قصيت الخيار هذيك نحطه على الجزر ونكمل بقية المكونات بش نقص هذي الخص هذيه لازمنا نقصوه جويد بش يكون يعني ينقولوا نحنا ملائم على الحجم متاع الخضرة اللي قصيناها قبل يعني ما نخلوش يعني الخص نقصوه خشين ولا نقصوه يعني ورقات كبار ولو سفنيريا تبدأ مقصوصة يعني مبروشة والخيار كيف كيف وطماطم كيف كيف لازمنا نحاولو نسقه بين الأحجام أولا بش يكون المظهر متاعها مزيين بش يكون المنظر متاعها مزيين وثاني حاجة بش تكون لها نفس الحجم متبدأش حاجة كبيرة وحاجة صغيرة هي بطبيعتها الصلاطة هذيه تتاكل بالمغارفة نجمو حتى تتاكلوه بالفرشيطة اما تو تشوفوا الصوص متاعها يفرق برش على الصلايت الأخرين صدقوني ديكم منينا على الأخر ننصحكم مجربوها بالطريقة هذيه والله يتولي إدمان لانا بش نقص هذا الطماطم كيف ما تشوفو طماطم يعني كل طرف نقصها يعني أربعة ولا خمسة جوانة وبعد نقصها باش تكون الحجمة متاعها تقريبا كما الحجمة متاع الخاص هذيك وإلا الخيار اللي قصيناه وبطبيعة على شيرة قاعد الروز متاعنا يتيب لنا كيف ما قلت لكم الروز متاعنا بش يتيب على نار هادية لازم نحطوها على الكنون الصغير بالكل على نار هادية بش يمتصك السوائل هذيك الكل ويتيب على راحته وبطبيعة أكل بخار هذيك يرجع عليه يتيب لنا الروز متاعنا لانه هذي السلاطة بتاعنا حاضرة زادة على الجنب بش نحضر لها الصوص متاعها الصوص متاعنا هو عبارة على كعبة قارس يعني كعبة ليمون نعصرها كيف ما شفتو وبش نزيد لها اللفحات اللي هما فلفل أحمر فلفل أكحل كمون طيب لو كاروية نحطو زاد النعنى على الشيح نحطو الثوم وزيت الزيتونة والصوماق هذوما التتبيلة متاعنا ستكوني راهي تجيب نينا بنينا على الأخر وتوليكم قدمين كيف موجودوكم بالصوص هذيه تنجموا راهي اي سلاطة تنجموا تعملوا لها الصوص هذيه لانا كما شفتو بعد ما عصرت القارسة هذيكه بش نجيب بقية المكونات اللي هي بش نحطوها اللي هنا اول حاجة بش نحط الثوم كما تعرفوا الثوم حاضر عندي يعني مرحي محطوط في الكنجيلاتور نخرج ديراكت نحط في الحكة هذيكه اللي هنا حطيت النعنى على الشيح نحط المغارفة غادي بش نزيد الفحة متاعي بش نبدأ نزيد بالحاجة بالحاجة تاو تشوفوا كل شي على عينيكم بش نزيد الفلفل اكحل كيف ما شفتو رشة صغيرة فلفل اكحل بطبيعة حسب الكمية المتوفرة او الكمية اللي قصيتوها بتعصلاتها اللي هنا عندي تابلو كروية نجموا تستعملوا الكزبر الناشفة بالنسبة للدول اللي متفهمش لها جدي الهنا الكمون الكمون معروف يعني بارتو في الدول الكل معروف يسموه كمون اللي هنا بش نحطوا البابريكا الحامرة الحارة نجموا تعودوها بالفلفل المهاروش او البابريكا الطروف هذيك اللي هنا عندي السمك معروف هذي السمك في اسيا الكل اللي يستعملوه معروف حتى في التونس نتصور موجود وبالطبيعة ما ننسوش الملح هذيك حاجة لازمة ما نكثروش من الملح من بعد هما يتصرفوا ينجموا يزيدوا كيف ما قلتو لكم انا استنست ايدي هكيكة يعني نستعمل ملح شوية بش الماكلة ما جينيش مالحة تقوني روما فيها ما يتصلح وحاشن عمد ربي تتلوح ولهنا بطبيعة حتي تزيد زيتنا ونخلط المكونات هذيكا بتاع السوس كيف ما شفتو كل شي شفتوه بالتدقيق زادة وكيف ما قلتو لكم البابريكا هذيكا الفلفل زينا نقولو نحنا في تونس الحارة نجموا تعودوها بالفلفل المهاروش اللي مش متوفر عنده ولهنا نخذها هكا من المستحسن المكونات هذو ما تحطوهم في بارتامين تسكروه بالبي وتخذوها صدقوني السوس هذيكا تتخلط مليح وتبقى لكم أصلا حتى تستحفظوا عليها حتى كتمشوا البيكنيك ولا حاجة تمشوا البلاسة باش تعملوا بيكنيك تهزوها معاكم بخلطة السوس هذيكا في البرتامين ولهنا بعد ما صبيتها في السلطة نخلطوا السلطة بتاعنا هذيكا بالبيهي أكل مكونات بيستجانس وكيف ما قلتو لكم السوس هذيكا يدخل في الأعماق متاع السلطة بتاعنا يعني يتخلطوا لكله مع بعضو كيف ما شفتوا ما شاء الله السلطة بتاعنا ألوان زيهية تنجموا زيدولها المايز كيف ما قلتو لكم وتنجموا زيدولها زيادة أطرنشات متاع فطر أو مشروب أو شومبنيو كيف ما تسموه انتوما لانا كيف ما تشوفوا هذيكا الرز متاعي طيب كانت لاحظوا الكعبات المنفوق هذيكم ولو الحجم متاعهم مكبر يعني الضعف نقولون احنا لانا كيف ما تلاحظوا نزع لجنب تأكد اللي نشفتك سوائل كل بقى كان زيت متاع السمن اللي هنا في المرحلة هذيه نطفي القاز وباش نغطي بالبابيو كويزين اللي هو ورق المطبخ نغطو به بالباهي التنجرة بتاعنا ونحطو عليها لقطة بتاعها ونخلوها 15 ندقيقة ترتاح حكو الروز هذيكا يرتاح باش البخار هذيكا ميهبطش عالروز وبالطبيعة البخار اللي خارج من الروز هذيكا ينشف والروز متاعنا يجينا حبة حبة موش معجن وهذيكا الجيش كيف ما شفتوا هذي يا سلطة وهذي يا الروز كيف ما تشوفوا صدقوني طيب مفرق كعبة كعبة امور واضحة وما نحكي لكمش عالم ذاق جربوه وبش يعجبكم برشا شوفوه الروز كيفاش مفرق ما هوش معجن وعلى كل حاجة نقول هلكم ونأكد هلكم نقطة مهمة بنسبة للروز كيفاش طيبوه يعني على كل كاس روز تحطو زوز كسين متاع ما هذي قاعدة خدوها مؤكدة وهذي الفطور متاعنا كيف ما شفتوا يعني عبارة على اغداء ان شاء الله يا ربي الاغداء اجيبكم وهذه طريقة التقديم بتاعه البسيطة يعني على طريقتي بالطبيعة ان شاء الله يا ربي الفيديو هذي يعجبكم وان شاء الله الوصف يتعجبوكم بالطبيعة ما تنسوش فضلا وليس امرا تشاركوا الفيديو مع صحابكم وحبابكم وجيم وكمونتير وفي امان الله موسيقى موسيقى